السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في مدارس الإدريس الأهلية في النجف الأشرف درسنا لهذا اليوم في مادة العلوم للصف السادس الابتدائي العناصر والمركبات أعزائي التلاميذ سنكون في نهاية هذا الدرس قادرين على أن نفسر أن العناصر والمركبات لها وحدة بناء أساسية وأن نوضح أن العناصر تتكون من ذرات متشابهة بينما المركبات تتكون من ذرات مختلفة وكذلك نوضح كيف ترتبط الذرات مع بعضها عندنا هنا صفحة 102 صورة الماء ألاحظ وأتساءل الماء مركب يتكون من عنصري الهيدروجين والأكسجين من الوحدة البنائية الأساسية للهيدروجين والماء هنا يطلب من عندنا الوحدة البنائية الأساسية للهيدروجين والماء الجواب سيكون كالآتي يتكون الهيدروجين من وحدات بنائية تسمى ذرات أما الماء فيتكون من وحدات بنائية تسمى جزيئات ننتقل الآن إلى صفحة 104 الفكرة الرئيسة تتألف الجزيئات من ذرات مرتبطة مع بعضها بواسطة روابط كيميائية عدى المفردات جزيء عنصر مركب الرابطة الكيميائية أعزاء التلاميذ دائما أريدكم تركزون على المفردات لأن أغلب التعاريف اللي يتيجب بالوزارة يجيبوها من المفردات اليوم محور الموضوع يتحدث عن الجزيء والعنصر والمركب الرابطة الكيميائية كل مفردة نشرحها بالتفصيل عندما يقوم عامل البناء برصف الطريق الذي نسير عليه فإنه يبدأ برصف مجموعة من الطابق الحجري مع بعضها ثم يضيف إليها مادة الإسمنت حتى تتلاسق وعند وضع قطع الطابق معا يتم إنشاء الطريق كذلك تتكون العناصر حولنا من مجموعة من الذرات المتشابهة التي في أغلب الأحيان مرتبطة مع بعضها بعضا بواسطة روابط كيميائية لتكون الجزيء ماذا يقصد في هذا الكلام؟ هنا قلنا الجزيء يتكون من ارتباط مجموعة من الذرات بمن مرتبط هذه الذرات ترتبط هذه الذرات مع بعضها بواسطة روابط كيميائية هنا يمثل عمل الرابط الكيميائية مثل عمل الإسمنت الإسمنت ليس عامل البناء يضع الإسمنت بين الطابق الحجري حتى يضمن تلاسق الطابق كذلك الرابط الكيميائية تعمل عمل الإسمنت تعمل على ربط الذرات مع بعضها الرابط الكيميائية من تربط الذرات مع بعضها شا تكون؟ تكون الجزيء هسا نجي نشوف ماذا نقصد بالجزيء الجزيء هو أصغر وحدة في المادة تحمل خواص تلك المادة هذا تعريف الجزيء راح أعيده هو أصغر وحدة في المادة تحمل خواص تلك المادة إذا تكون الجزء من ارتباط ذرات متشابهة أي نوع واحد من الذرات سمي عنصرا إذن إذا كانت الذرات المرتبطة مع بعضها متشابهة يعني كلها من نوع واحد شو نسميه جزء العنصر مثل من؟ مثل عنصر الحديد الذي يحوي ذرات الحديد فقط مرتبطة مع بعضها بواسطة روابط كيميائية وكذلك مثال آخر على جزء العنصر مثل عنصر النحاس أيضا عنصر النحاس يحوي على ذرات النحاس فقط مرتبطة مع بعضها بواسطة روابط كيميائية إذن هنا السؤال ما أصغر جزء في المادة ويحمل خواصها الجواب هو الجزء أصغر جزء في المادة ويحمل خواصها أفكر وأجيب ماذا ينتج من اتحاد الذرات المتشابهة ينتج من اتحاد الذرات المتشابهة جزء العنصر التفكير الناقد إذا كانت المادة تتكون من ذرات وهذه الذرات مرتبطة معا لتكون جزيئات فهل يكون حجم هذه الجزيئات أكبر من حجم الذرات المؤلفة لها ولماذا؟ طبعا الجواب نعم تكون أكبر لأنها متكونة من ارتباط ذرتين أو أكثر هذا الجواب إذن من خلال صفحة 104 عندنا تعريف الجزيء التركز لعليه وتعريف جزيء العنصر ومثال على جزيء العنصر الجزيء الأعيد التعريف هو أصغر وحدة في المادة تحمل خواص تلك المادة الأصلية وجزيء العنصر هو الجزيء الذي يتكون من ارتباط ذرات متشابهة أي نوع واحد من الذرات مثل من؟ مثل عنصر الحديد وعنصر النحاس ننتقل الآن إلى صفحة 105 ما جزيء المركب سبق أن تعلمت أن الجزيء الذي يتكون من ارتباط ذرات متشابهة أي نوع واحد من الذرات يسمى جزيء العنصر اما اذا كان الجزء يتكون من ارتباط ذرات مختلفة يسمى جزء المركب وهو الجزء الذي يحتوي على انواع اكثر من الذرات مثل من؟ مثل جزء الماء الماء يتكون من اتحاد نوعين مختلفين من الذرات اللي هما الاكسجين والهيدروجين اذا عندنا هنا مصطلح اخر هو جزء المركب شنو تعرف جزء المركب؟ هو الجزء الذي يتكون من ارتباط ذرات مختلفة يعني عكس جزء العنصر مثل من جزء المركب؟ مثل جزء الماء عندنا هنا بصطورة جزء الهيدروجين جزء الهيدروجين منين يتكون؟ من اتحاد ذرتي هيدروجين الذرات متشابهة لو مختلفة متشابهة اذا شنسمي هذا الجزء؟ نسميه جزء العنصر لانه يتكون من اتحاد ذرات متشابهة ايضا هنا جزء الاكسجين يتكون من ذرتي اكسجين يعني الذرات شبيهة؟ متشابهة شنسميه هذا الجزء؟ جزء العنصر عندنا هنا جزء الماء يتكون من ارتباط ذرتي هيدروجين وذرة اكسجين هنا الذرات كلها متشابهة لو اك اختلاف اك اختلاف عندنا ذرة هيدروجين وعندنا ذرة اكسجين يعني مون كلها متشابهة إذن ماذا نسمي جزيء المركب لأن يتكون من ارتباط ذرات مختلفة نكمل كما يحتوي الهواء على مركب غاز تنائي أكسيد الكاربون وهو غاز لا لون له ينتج من اتحاد ذرة كاربون مع ذرتين أكسجين وغاز تنائي أكسيد الكاربون مركب مهم ينتج من عملية الزفير للإنسان والحيوانات وتستخدمه النباتات في عملية البناء الضوئي أيضا احد مكونات الهواء هو غاز تنائي أكسيد الكاربون وتعرفون الرمز غاز تنائي أكسيد الكاربون هو CO2 يعني يتألف من ذرة كاربون واحدة وذرتين أكسجين بما أن الذرات هنا مختلفة ما نسمي غاز تنائي أكسيد الكاربون؟ جزيء عنصر أم مركب؟ نسميه جزيء مركب لأن يتكون من اتحاد ذرتين مختلفتين اللي هي الكاربون والأكسجين فائدة غاز تنائي أكسيد الكاربون تستخدمه النباتات في عملية البناء الضوئي عندنا هنا سؤال أي جزيءات تحتوي ذرات متشابهة؟ عندنا هنا جزيء الهيدروجين ذرات متشابهة وجزيء الأكسجين أيضا ذرات متشابهة أفكر وأجيب فيما يختلف جزيء العنصر عن جزيء المركب قبل قليل شرحنا جزيء العنصر وعرفنا قلناه جزيء العنصر وهو الجزيء الذي يتكون من ارتباط ذرات متشابهة مثل عنصر الحديد وعنصر النحاس جزيء المركب هو الجزيء الذي يتكون من ارتباط ذرات مختلفة مثل جزيء الماء التفكير الناقد ما اهمية غاز تنائي اوكسيد الكاربون لحياة الانسان الجواب غاز تنائي اوكسيد الكاربون مهم تستخدمه النباتات في عملية البناء الضوئي حيث يعتبر النبات الغداء الرئيسي للانسان ننتقل الان الى صفحة 106 من رابطة الكيميائية هنا يقول لك تعلمت ان هلانك نوعين من الجزيئات وهي جزيء عنصر وجزيء مركب لا تميل الذرات في الغالب ان تكون مستقلة عن بعضها لكنها تميل الارتباط معا وتكون جزيئات وقد تكون هذه الذرات متشابهة او مختلفة وتتم عملية الارتباط بواسطة قوة تسمى الرابطة الكيميائية اذا قبل قليل احنا شرحنا قلنا شنه هو الجزيء عرفنا وقلنا الجزيء هو اصغر وحده في المادة تحمل خواستك المادة اكو نوعين من الجزيء جزيء عنصر وجزيء مركب وطبعا عرفنا كل من شنه تعريفه هذه الجزيئات اللي تتكون من ذرات بمن مرتبطة هذه الذرات مرتبطة بقوة تسمى الرابطة الكيميائية اذا ماذا نقصد بالرابطة الكيميائية تعريفها وهي قوة تربط الذرات معا اين توجد الرابطة الكيميائية توجد هذه الرابطة بين ذرات العنصر او المركب هنانا عند حدود تغير كيميائي تتكسر روابط وتتكون روابط جديدة اخرى ترتبط الذرات بروابط كيميائية تجمعها مع بعضها وهذا يشبه دور الاسمنت الذي يضعه عامل البناء بجانب كل طابقة لكي تبقى متصلة مع بعضها بعضا احنا في بداية موضوعنا نوهنا انه عمل الرابطة الكيميائية مثل عمل الاسمنت اللي يربط الطابق معا كذلك الرابطة الكيميائية تربط الذرات معا افكر واجيب ما الرابطة الكيميائية قبل قليل ايضا عرفناها هي قوة تربط الذرات معا التفكير الناقض هل يمكنني توقع تفكك الرابطة الكيميائية بين ذرتين عند حدود تغيير كيميائي افسر ذلك الجواب نعم تتفكك الروابط بين الذرات لتكون روابط جديدة مع ذرات اخرى اعزائي التلاميذ بعد ان اكملنا شرح الدرس ننتقل الان الى مراجعة الدرس وحل الاسئلة اولا ما الجزيء الجزيء هو اصغر وحدة في المادة تحمل خواص تلك المادة ثانيا ماذا نسمي الجزيء الذي يتكون من ارتباط نوع واحد من الذرات وماذا نسمي الجزيء الذي يتكون من ارتباط ذرات مختلفة الجزيء اللي يتكون من ارتباط نوع واحد من الذرات يسمى بجزيء العنصر أما الذي يتكون من ارتباط ذرات مختلفة يسمى جزيء المركب ثالثا ماذا نسمي القوة التي تربط الذرات معا تسمى بالرابطة الكيميائية رابعا أين توجد الروابط الكيميائية أفسر ذلك توجد الرابطة الكيميائية بين ذرات العنصر أو المركب خامسا أي المواد الآتية تمثل مركبا الجواب فرعدال الماء سادسا أي المواد الآتية تعد عنصرا الجواب فرعجيم الحديد سابعا تعرضت صفيحة من عنصر الحديد للهواء الجوي الرطب مدة من الزمن فتغطت بطبقة صدأ الحديد ذات لون بني محمر هل تعد هذه الطبقة عنصرا أم مركبا الجواب تعد مركبا لأنها تكونت من ذرات الحديد وذرات أكسجين الهواء وبذلك تعد مركبا ننتقل الآن إلى صفحة 109 مراجعة الفصل أكمل كل من الجمل الآتية بالكلمة المناسبة النوات النيوترونات الألكترونات البروتونات العنصر المركب الذرة الجزئي أولا تسمى أصغر دقيقة في المادة تشترك في التفاعل الكيميائي بالذرة إذن الجواب الذرة ثانيا يسمى جزء الذرة الذي يشتمل على كامل كتلة الذرة تقريبا والذي يشغل حيزا صغيرا جدا داخلها بالنوات إذن ثانيا الجواب النوات ثالثا تحتوي نوات الذرة على نوعين من الجسيمات هما البروتونات والنيوترونات الجواب البروتونات والنيوترونات رابعا تسمى المادة التي تتكون من جزئيات متشابهة الذرات بالعنصر وتسمى المادة التي تتكون من ذرات مختلفة بالمركب إذن أول فراغ العنصر ثالث فراغ المركب خامسا يسمى أصغر جزء في المادة الذي يحمل خواص المادة الأصلية بالجزئي الجزي الجواب الجزي سادسا فراغ جسيمات متناهية الصغر تحمل شحنة سالبة الجواب الإلكترونات عدنا هنا اختار الإجابة الصحيحة سابعا تتألف جزيئات العنصر من؟ من ينت تتألف جزيئات العنصر الجواب فرع جيم ذرات متشابهة ثامنا أي من الآتية يمثل مركبا الجواب فرع جيم الماء تاسعا ارسم ذرة هيدروجين علما إنها تحتوي على الإلكترون واحد فقط وبروتون واحد فقط طبعا جواب هذا السؤال موجود مع ملخص الدرس ننتقل إلى التلخيص وأجاوبكم على هذا السؤال عاشرا اكتب تقرير عن الجزيء موضحا فيه تركيب جزيء العنصر وجزيء المركب مع إعطاء أمثلة لكل منهما الجواب تعرف الجزيء اللي احنا قبل قليل عرفناه وكذلك تعرف جزيء العنصر وتنطي مثال وتعرف جزيء المركب وتنطي مثال على جزيء المركب أعزائي التلاميذ ننتقل الآن إلى ملخص الدرس وبعض الأسئلة الوزارية عدنا هنا السؤال الوزاري دائما يتكرر ما الجزيء؟ الجواب هو أصغر وحدة في المادة تحمل خواص تلك المادة الأصلية جزيء العنصر التعريفة هو الذي يتكون من ارتباط ذرات متشابهة أي نوع واحد من الذرات مثل من؟ مثل عنصر الحديد وعنصر النحاس عدنا هنا أيضا تعريف جزيء المركب وهو الذي يتكون من ارتباط ذرات مختلفة أنواع أكثر من الذرات مثل جزيء الماء عدنا هنا جزيء الماء يتكون من ذرتي هيدروجين وذرة أكسجين سؤال ما هي خصاص وأهمية غاز ثنائي أكسيد الكاربون؟ الجواب غاز لا لونة له ينتج من اتحاد ذرة كاربون مع ذرتي أكسجين وهو مركب مهم ينتج من عملية الزفير للإنسان والحيوانات وتستخدمه النباتات في عملية البناء الضوي إذن غاز ثنائي أكسيد الكاربون يعتبر مركب ليش لأنه يتكون من ذرة كاربون وذرتين أكسجين يعني ذرات مختلفة وهذا الرمز مالته CO2 الرابطة الكيميائية تعريفها وهي قوة تربط الذرات معا وتوجد بين ذرات العنصر أو المركب هذه الذرات وهذه في الوسط تمثل هي الرابطة الكيميائية عندنا هنا للسؤال الوزاري أيضا ما الفرق بين جزيء العنصر وجزيء المركب؟ أولا جزيء العنصر يتكون من ارتباط ذرات متشابهة جزيء المركب يتكون من ارتباط ذرات مختلفة هنا قبل قليل بمراجعة الفصل السؤال هو أرسم ذرة هيدروجين علما إنها تحتوي على إلكترون واحد وبروتون واحد فقط هذا الرسم بما أنه الإلكترون يرمز له بإي سالب إذن هذا الإلكترون والبروتون موجود في النواة بروتون واحد هاي بي موجب إذن هذا رسم ذرة الهايدروجين إلى هنا انتهى درسنا لهذا اليوم أتمنى لكم كل التوفيق يا رب ودمتم في أمان الله وحفظه